نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة أشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن هناك تعاون مستمرا ومشتركا مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبدولة لحماية التراث الدينية والثقافي للدير باعتباره رمزا دينيا وتاريخيا أهاما موضحا أنه يتم حاليا تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها سعيا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديرا لقيمتها الروحية ولجعلها مزارا سيحيا عالميا